نريد أن نصل إلى الفرق ما بين الشريعة والفقه الإسلامي من جهة وما بين القانون من جهة أخرى القانون الوضعي لكن ينبغي أن يعلم أننا معنما نعقد هذه المقارنة لا لأن ذلك أن القانون الوضعي أهل لأن يقارن بشريعة السماء محال لأن القانون الوضعي صنع بشري وأما شريعة السماء هي وحي من الله أهرامنا شادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر هذا الذي ينبغي أن يعلم أولا لكننا نتكلم هنا من باب الإضاح للناس لا من باب أن يستحق القانون الوضعي أن يقارن بقانون السماء أو أن يقعد الإنسان بينهما مقارنة هذا ظلم بين لكن حتى يفقها الناس الأمر حتى تتضح السبل نفي إلى هذا القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع البشر أما التشريع السماوي فهو من لدني حكيم خبير وكفى بذلك فارقا وإن كنت سهأتي للفوارق التي بعدها الذين يضعون القانون الوضعي يخضعون للأهوال النزعات المصالح الشخصية العواطف البشرية الظروف وأحوال تتغير وهذا لا يجادل به أحد وبهذا تكون القوانين الوضعية عرضة للتغيير والتبديل ولا يكون لها مقياس ثابت للأحكام يحدث تصويت على القانون فيغير القانون يأتي زعيم لم يرتضي صنع الزعيم الذي قبله ولا يجرؤ وحده أن يغير القانون فيطرع هذا لما يعرف سياسيا بالاستفتاء فيقبل الناس رأي الزعيم القادم فيغيرون ما قد دونه الزعيم الذي سبق هذه قوانين وضعية التشريع الإلهي تشريع عدل وقصد والصلاح للعباد في المعاشي والمعاد الله عز وجل يقول لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فشريعة الله عز وجل نعمة على العباد بل وأي نعمة والله تبارك وتعالى يقول ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون ويقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقول ولم يجعل له عوجا هذا كله لا يمكن أن يكون شيء منه في القانون الوضعي الذي وضعه الناس قواعد القانون الوضعي موقعة لجماعة معينة في عصر معين في بيئة معينة بمعنى قد يصلح هذا القانون الوضعي لدولة ما في مرحلة ما لكن قد لا يصلح لدولة مجاورة لا تختلف عنها عرقا وهذا لا يمكن أن يكون بشريعة السماء محال لأن الله عز وجل عالم بالعباد كلهم أينما كانوا حيثما وحيثما حلوا قواعد الشريعة عامة لكل البشر لم تأتي لقوم دون قوم أو وقت دون وقت أو بيئة دون بيئة وهذا حررناه آنفا القانون الوضعي ينشأ مخصوصا ببعض جوانب الحياة كعلاقة الأسر الدول المعاهدات الاتفاقات وقد يرتقي إلى قواعد ونظريات متأخرة أما التشريع الإسلامي فأصلا يولد كاملا واضح الفرق القانون الوضعي يتطور يزاد فيه حتى يصل إلى مقصوده ومهما أضيف فيه يبقى قاصرا لكن شريعة الله منذ أن كانت منذ أن بديت في كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيوجدت كاملة إنما الدهر الأيام الأزمنة الأمكنة تتجلى فيها شريعة الله تظهر شريعة الله يأتي العلماء يأتي المشتهدون إلى المقاصد والغيات العظام التي جاءت في الكتاب والسنة فيستنبطوها وينزلونها على الواقع على الزمن على الدهر على البيئة التي يعيشونها وهذا فرق كبير ما بين قانون يوضع ما بين شريعة أصلها قد وضعت في السماء ثم جئ بها نعمة على البشرية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي القانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية ولا يمت إلى العقيدة بصلة وهذا لا شك أنه خرم عظيم في القانون الوضعي التشريع السماوي ينظم علاقة الفرد بالأفراد الآخرين وعلاقة الفرد بخالق القانون الوضعية لا تتدخل في علاقتك مع ربك في حين أن شريعة السماء تبدأ أصلا بعلاقتك مع ربك تبدأ أصلا بمحالك مع خالقك قبل أن تبدأ بوضع طرائق لحالك مع الناس وهذا من أعظم الفوارق ما بين القانون وشريعة الله القانون الوضعية من المسال الأخلاقية تقصر المخالفة على ما فيه ضرر مباشر للأفراد أو إخلال بالأمن والنظام العام هذا موجود في القانون الوضعية ولا ينكره أحد مثلا نأتي للسكر فإن الشريعة تحرمه على أي حال كان لأنه يضر بالإنسان لكن القانون الوضعية لا تحرمه في غالبها إلا إذا تعدى صاحبه إلى غيره إذا رأوا أن هناك ضرر أن تتسوق سيارتك أو رأوا ضررا على جيرانك أو رأوا ضررا على ولدانك هنا يصل عندهم إلى المنع المقيد لكن في شريعة الله عز وجل الخمر على كل حال محرمة تفقد القانون الوضعية سلطتها على النفس البشرية لأن سلطة العقوبة المعنوية أو الدسدية أو المالية وحدها لا تكفي في ردع المجرم مهما صنع الناس من عقوبات إن لم يرتدع الإنسان من نفسه فإن بعض الناس وهذا كثير يستطيع أن يتحايل على القوانين يستطيع أن يخرج منها لا يستطيع القانون أحيانا أن يقيم إثبات التهمة عليه فحادة الناس إلى ما يردعهم من أنفسهم أمر عظيم لكن القوانين الوضعية لا تأتي بالرادع الذي يكون من قبل النفس في حين أن شريعة السماء تأتي بذلك لأن الفرق أن القوانين الوضعية لا تحدث ما عن الآخرة حتى نخشاها أو نخافها في حين أن شريعة الله لا تحدث عن شيء مثل تحدثها عن الآخرة يقول الله عز وجل في الأخيار من خلقه ورسله إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار هذا ما تحرر في الحديث عن بعض الفوارق ما بين قانون الأرض وما بين شريعة السماء